وعلى وقع هذه التطورات تطغى أجواء الترقب بشأن العملية العسكرية المرتقبة في رفح وصى تأكيدات إسرائيلية بإتمام التحضير للعملية في المدينة التي باتت تضم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني المزيد في هذا العرض مع الزميل رامي شوشاني باتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة خصوصا بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع أنه أمر الجيش بالتحضير لعملية فيها ويحتشد في المدينة التي تقع قرب الحدود مع مصر مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر وعلى الرغم من التحذيرات الأممية المتواصلة يواصل الجيش الإسرائيلي استهدفه لرفح حيث أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء بسقوط 25 قتيلا على الأقل وإصابة عشرات في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في شرقي رفح بجنوب غزة بيتوازي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن جيشه سيضمن ممرا آمنا للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على رفح مؤكدا أن المدينة تعتبر المعقلة الأخير لمقاتل حماس ووسط تحذيرة بكارثة ستحل على النازحين في رفح في حال شرنة إسرائيل هجومها البري رد نتنياهو قائلا أن المنتقدين لدخول القوات الإسرائيلية لرفحهم في الواقع يطالبون إسرائيل بخسارة الحرب ووسط الحديث عن اجتياح بري لرفح قرر رئيس الأركان الإسرائيلي نقل فرقة نظامية من غزة لتتمركز على مشارف الحدود اللبنية وقال هاليفي أن هذه الخطوة ضرورية بما أن القتال المعقد على عدة جبهات يحتاج إلى مثل هذه القرارات في المقابل نقل تلفزيون الأقصى تابع لحماس عن قيادي كبير في الحركة قوله أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل ونقلت القناة عن القيادي بالحركة قوله أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح